الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد نحن في كتاب الطهارة وقد سبقت ثلاثة أحاديث والآن أمامنا الحديث الرابع من حيث التلقيم في كتاب مشكات المصابح عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره من تحت أظفاره أصفار اليدين وأصفار الرجلين متفق عليه حديث عثمان رضي الله عنه يفيد أن إحسان الوضوء وهو أن يكون وضوءاً مطابقاً للسنة إيماناً واحتساباً يكون سبباً لخروج الخطايا من جسم المتوضئ حتى تخرج من تحت أصفاره أي أصفار يديه ورجليه وهو الذي عبر عنه أو عبر عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمحو الخطايا وهذا الحديث لم يرد بهذا اللفظ في صحيح البخاري إن من فرد به مسلم وأخرجه أحمد والنسأ وابن ماجا وعنبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه وذكر هنا العيناء ولكن يراد الوجه كله فالأذنان واللسان يدخل في ذلك أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيجاً من الذنوب الوضوء مطحر منقي منظف مكفر رواه مسلم وبنفس المعنى يعني المعنى الذي تقدم ورد حديث أبي هريرة الذي بيّن الإجمال في حديث عثمان فقد ذكر فيه الجسد مجملاً وبيّن هذا الحديث أن المراد منه الوجه واليذان والرجلان والوجه المذكور فيه يضم الرأس أيضاً الذي يمسح في الوضوء كما أن فيه الأنفى واللسان والأذنين كذلك واقتصر على ذكر خروج خطايا العينين بالنظر ولم يذكر خطايا اللسان والأذنين والأنف ولكنها كلها مقصودة بذكر الجسد أموماً إلا أنه لا بد أن يعلم أن هذا التكفير والمغفرة وحتى الخطايا ليشمل الكبائر كما يأتي في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه فعن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله رواه مسلم ففي هذا الحديث عن عثمان رضي الله تعالى عنه ذكر إحسان الوضوء للصلاة المكتوبة وي المفروضة ولكن النافلة كذلك مشمولة وي داخلة داخلة في الصلاة لم تذكر الصلاة المفروضة على سبيل الاحتراز لأن حكم النافلة في ذلك كحكم الفريضة وأداء الصلاة بالخشوع والخضوع متواضعا متذللا مخبتا متضرعا وإتمام الركوع والسجود كفارة للذنوب ما لم يرتكب كبيرة وهذا بظاهره يفيد أن مرتكب الكبيرة لا تكفر صغائره ولا تحط ذنوبه بالحسنات وإلى هذا المعنى تشير الآية الكريمة إن تجتنبوك بائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فالذي يلفث نفسه بالنجاسة الكبيرة لا تنفعه إزالة النجاسة الصغيرة إذ من كان عليه الغسل لا يجوز له أداء الصلاة بالوضوء بل لابد من غسل لهذه النجاسة الكبيرة ثم عند طريان النجاسة الصغيرة يكفي الوضوء كذلك من هو ملفث بالكبيرة لا تكفر صغائره وإن كفرت الصغائر وإن كفرت الصغائر فإنها لا تنفعه ولا ترد عنه العذاب فلابد أفلا من إزالة الكبيرة بالتوبة الصادقة النصوح وهي بمثابة الغسل للنجاسة الكبيرة ثم تعود قاعدة الحسنات يذهبنا السيئات وعندئذ يكفر وضوءه وصلواته وأعماله الحسنة السيئات قال المحدث المبارك رحمه الله ثم ظاهره أن كون الصلاة كفارة الذنوب مشروط بعدم إثيان الكبائر فإن أتى بالكبائر لم يكفر صغائره وهو الظاهر من قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم لكنهم قالوا معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر قال النببي هذا هو المراد والأول وإن كان محتمل العبارة فسياق الحديث يأباه والكبائر إنما يكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله وقد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجماعات وغيرها مما ورد في الأحاديث من مكفرات الذنوب وأجيب بأن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفر من الصغائر كفره وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة يعني غير مكفرة رجونا أن يخفف من الكبائر وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات فالإنسان الذي يجتنب الكبائر ويحفظ نفسه من الصغائر أيضا هذا لا يحتاج إلى التكفير فإذا هو ترفع له الدرجات و جكرم عند الله بالمراتب و يعمل معاملة الفضل والمن والإحسان فأي عمل إن كان لا يذهب سدى فالله تبارك وتعالى جز الحسنات بالحسنات والصالحات بالصالحات فجزاء كل شيء بمثله هذا من عند الله تبارك وتعالى إذن إذا كان الإنسان عنده صغائر فإن وضوءه يكفر الصغائر والصلاته تكفر الصغائر وصدقته تكفر الصغائر ولكن إذا كان هو مرتكب الكبير فالكبير تحتاج إلى التوبة ولابد من استكمال شروط التوبة أن يقلع من الذنب وأن يندم على هذا الذنب وأن يعزم على أنه لا يعود إليه هذه لابد أن تتحقق هي الشروط اللازمة أما إذا كان الكبيرة تتعلق بحق شخص من الأشخاص فلابد من أداء حق ذلك الشخص وهو الشرط الرابع لأنه إذا لم يفعل ذلك فالكبير لا تغفر ولا تكفر إذن لابد من إكمال شروط التوبة فإذا كانت هذه الشروط موفاتاً فالكبائر يغفرها الله تعالى ويكفرها الله تعالى ولكن إذا كانت الكبيرة موجودة فيخشى أن لا تكفر صغائره أيضاً وإذا كانت الصغائر كفرت فإن الكبيرة تبقى وبقاء الكبيرة معنى ذلك بقاء النجاسة الكبيرة فإذا كان الإنسان ملوفاً بالنجاسة الكبيرة الحكمية أو الحسية فلا شك أن الطهارة الصغيرة لا تنفع شيئاً فلابد من النجاسة الكبيرة الحكمية من الغسل من تطهير البدن ومن الغسل أيضاً لا يكفي الوضوء عند ذلك كذلك لا تكفي الحسنة لمحو الكبيرة إنما تكفي لمحو الصغيرة هذا القانون ينبغي أن نعرفه وهو جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى كما جاءت أحاديث نبوية تنبه على هذا القانون الذي هو قانون مقرر من عند الله تبارك وتعالى ولا بد أن يراعي عبد الله هذا القانون من الله عز وجل حتى يكون مغفوراً وحتى تكون ذنوبه مكفرةً إن شاء الله تعالى وأكتفي بهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تبارك وتعالى تبارك وتعالى